من جدل الطعن ضد مترشحين للرئاسيات إلى معركة البت في صحية الطعون المرفوعة والاستئنافات ضدها مشهد يطبع أجواء الانتخابات في ليبيا أسبوعاً قبل الإعلان النهائي عن هوية المتنفسين الفعليين للاستحقاق في سبه جنوب البلاد لا يزال تطويق قوات تبعة لخليفة حفتر مقر المحكمة وما تبعه من اعتراض وترهيب للقضاة يخيم على الأجواء الأمر الذي يؤجل البت في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي ضد قرار إقصائه من الترشح لليوم الثاني على التوالي خطوة سريعاً ما وضعت حفتر محل اتهامات وانتقادات لاذعة من أطراف داخلية عدة ذلك أن الاعتداء على المؤسسات القضائية لا يصنف بحسبها إلا في خانة انتهاك الأمن العام بل هو تهديد مباشر لحق الليبيين في المشاركة السياسية ما يعرض المعرقلين إلى عقوبة جنائية تشدد البعثة الأممية في ليبيا في الجهة المقابلة تؤجل من جهتها محكمة استئناف طرابلوس النظر في طعن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المترشح للرئاسيات عبد الحميدة بيبيا ضد قرار استبعاده من السباق الانتخابي إلى الاربعاء في وقت أشارت مصادر إعلامية إلى إلغاء واحد من الطعون الثلاثة المرفوعة ضد بيبيا بما يحيي أمال بقائه في السباق وبرغم تأكيدات مفوذية الانتخابات على قدرتها في السيطرة على جل التحضيرات اللوجستية المتعلقة بموعد الرابع والعشرين ديسمبر فإنها لا تخفي تخوفاتها من هشاشة البيئة التي تسبق الحدث الانتخابي اعتراف لم يغفله أيضا المبعوث الأممي إلى ليبيا يانكوبيتش غدتا تقديم استقالته